موجز الأخبار المحلية عشر الأوسط 14.50 آم حكومة هاربر تنأى بنفسها عن آرتر بورتر بوينغ تسعى لبيع طائراتها المقاتلة لأوتوا أرقام عبر موقع الهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان تدعو أحزاب المعارضة للاستغراب صبح الخير حاولت حكومة ستيفن هاربر اعتماد سياسة النائب النفس عن آرتر بورتر بعد أن أصدرت الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد مذكرة تقضي بتوقيفه وأكدت الحكومة الكندية أن الاتهامات الخطيرة بالاحتيال والموجهة لبورتر في ملف بناء المركز الاستشفائي للصحة مجيل لا علاقة لها بالمهام السابقة التي كان يشغلها بورتر عندما كان يعمل في صفوف الحكومة الفيدرالية وأشار أمس وزير الأمن العام فيكتوز إلى أن بورتر والمتواجد حاليا في المنفى في البهامس ترك منصبه كرئيس للجنة الإشراف على الأنشطة الخاصة برصد المعلومات الأمنية في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2011 وذلك قبل أن تهطل عليه الإدعاءات بالاحتيال كما أكد الوزير الفيدرالي أن حكومته قد استشارت أحزاب المعارضة قبل تعيين بورتر في منصبه السابق شددت الشركة الأمريكية لصناعة طائرات بوينغ على ضرورة أن تعمد الحكومة الكندية إلى أطلاق مناقصة رسمية لتحديث طائراتها المقاتلة من طراز CF-18 حيث تعتزم بوينغ الاستفادة من هذه الفرصة لإبراز مزايا طائراتها الخاصة التي تحمل اسم سوبر هورنت ويعتبر هذا الطراز الجيل الجديد للطائرات المقاتلة السابقة F-18 مع التذكير أن حكومة المحافظين أعلنت في السابق عن قيامها باختيار الطائرات المقاتلة من نوع F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن لتحديث أسطولها القديم من الطائرات المقاتلة إنما في نيسان أفريل 2012 أصدر المدقق العام في الحسابات مايكل فرغيسون تقريرا ينتقد فيه بشدة قرارات وزارتي الدفاع والأشغال العامة والمتعلقة بالملف الشائك لاستبدال الطائرات حيث أكد يومها فرغيسون أن حكومة هاربر أساءت تقدير تكلفة الطائرات الجديدة كما شكك في تقريره في مجمل القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى اختيار الطائرات الخاصة بشركة لوكهيد مارتن في هذه الأثناء وفي الوقت الذي تعيد فيه أوتا وحساباتها فإن بوينغ تعرض خدماتها على أمل أن تتمكن من اقتناص الفرصة لتضع يدها على عقد الشراء وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة من طراز سوبر هورنت 55 مليون دولار أي بواقع مرتين أقل من تكلفة طائرة F-35 وذلك وفق تقديرات حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية أثار قرار الهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان القادي بالتعليق على مشروع قانون ترحله الحزب الديمقراطي الجديد تساؤلات عدة حول احتمال استخدام حكومة المحافظين مرة أخرى القطاع العام لأغراض حزبية فقد أكدت الهيئة الكندية للرهن العقاري والإسكان عبر موقعها الألكتروني أن الطرح الذي تقدم به حزب المعارضة الرسمية في أوتوى حول خطة وطنية للإسكان ستبلغ تكلفته 5 مليارات ونصف المليار دولار على شكل استحقاقات للسكان هذه هي القيمة نفسها التي سبق واستخدمها حزب المحافظين في إطار الهجمات التي شنها ضد هذا المشروع وأثار هذا الظهور المفاجئ لقيمة نقدية للمشروع من قبل مؤسسة حكومية غير حزبية استغرابا في صفوف حزب الان بي دي وعدد من المراقبين ولم تشأ أمس الهيئة المذكورة التعليق على الخبر لتبرير الأسباب التي دفعتها إلى نشر الأرقام أو لتحديد المصدر أكدت الحكومة الفيدرالية في أتوى أن برنامج بناء السفن البحرية والذي يقدر بمليارات الدولارات هو على الطريق الصحيح وسيتم طبعا التوصل إلى الأهداف المحددة له لجهة تحديث أسطول البحرية الكندي وقوات خفر السواحل الكندية إنما يبدو أن المدير البرلماني للموازنة كيفين بيج يعارض وجهة نظر الحكومة حيث سيكشف اليوم الخميس عن تقييمه لهذا البرنامج في تقرير جديد ووفقا لبعض المصادر فأن مضمون التقرير سيحرج حكومة المحافظين أكد رئيس الوزراء الكندي سيفن هاربر أن كل أعضاء مجلس الشيوخ الكندي يحترمون الالتزام الدستوري القادي في الإقامة داخل المقاطعة الكندية التي يمثلونها في المجلس الأعلى واعتبر هاربر أن المعايير واضحة منذ 150 عاما وبأن كل أعضاء مجلس الشيوخ تم تعيينهم بشكل يتناسب مع هذه القاعدة وتأتي تصريحات هاربر تزامنا مع ارتفاع حدة الاستياء إذا استخدام مشكوك بأمره لمخصصات السكن لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي وتنمت هذه الفضيحة إلى درجة أنها تحولت إلى طعن في أحقية بعض الأعضاء في البقاء في مناصبهم ومنهم مايك دافي باميلا والين ودينيس باترسن المعينين من قبل حكومة المحافظين والذين لا يسكنون فعليا داخل المقاطعات التي يمثلونها في مجلس الشيوخ الكندي خلافا لما كان متوقعا تم اعتماد أمس في البرلمان الكندي وبإجماع الأصوات مشروع القانون الذي طرحه الحزب الديمقراطي الجديد والذي بموجبه يتم إلزام الحكومة باختيار عدد من المسؤولين في البرلمان بشرط أن يكونوا ملمين باللغتين الفرنسية والإنجليزية بشكل مسبق لتعيينهم نعيد التذكير أن تعيين المدقق العام في الحسابات مايكل فرغسون في تشرين الثاني نوفمبر الماضي والذي لا يتقن اللغة الفرنسية كان وراء طرح مشروع القانون المذكور وسبق وأعلنت حكومة المحافظين أنها ستقف في وجه المشروع إنما تأييد النائب ماكسيم بيرني لهذا الطرح أدى إلى الضغط على حكومة ستيفن هاربر انتهى الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة